جائزة المجلس الأعلى للشاعر والأدب أحسن شاعر في مصر فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي أيها السادة إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة إنه عصارة الأمل وأي أمل إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري بل ليس الإنسان المصري فقط ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس رعي الثقافة في مصر بكاد يا بابا مش أدرا وصف لك قد إيه كنت فخورة وإنت بتاخد الجائزة بس برضو يا بابا حضرتك غلطان إزاي كل ناس يبركلنا وإحنا ما نعرفش بيبركلنا على إيه وأنتو مقرت وش الشعر ما هو إنتا ما سبتلناش ولا نصها وبعدين يعني أنا عايزة نسخة تكون ليا وعليها إهدايا وأنا عاوز عشرين نسخة قديهم من صحابي بابا أنا قلبت الدوني عدوان ما لقتوش ما هو ما فيش ولا نسخة كل النسخ نفذت أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي طب ما فيش طبعة تانية معنا عمانة طبعة تانية قبل الأولانية والإثنين نفذوا برضو الحمد لله أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة وسط مشاغلك دي كلها جبت الشاردة كله منين والله يا عليها يا بنتي ساعات كده روح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء واعوداش المعروحين أه لعجاتي أنت تعرفها؟ أه بروح هناك كتير أحضر ندوات بس عملي ما شفتك هناك طب ما تروحش بعد كده ليه بابا؟ مبارح البوكس جي لم كل الشارة اللي هناك وقفلوا القهوة طب عايزة أقولك إن إحنا محضرين لك مفاجأة إيه؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعة ندوة بمناسبة حصولك على الجايزة ندوة؟ أه ويه؟ الكتاب ده كارثة بكل المقيس اللغوية والشعرية طب إيه رأيك بقى يا دكتور عبداللطيف إن الكتاب ده حاصل على جايزة دولة في الشعر وعاوزاني أنا أحضر ندوة أناقش فيها الهبل ده أنا أنقى بنفسي على أن أشارك في هذا العبد دي مهزلة أيوة أنا عايزاك تقول رأيك ده بمنتهى الصراح أقول رأيك يا دكتورة الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية وبعدين من مرجان ده ها أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان اسمه مرجان أحمد مرجان يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان صاحب ديوان أبيع نفسي والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب ومعنا أيضا لمناقشة الدوان الدكتور عبداللطيف سالم أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أوكتفورد ايش دا؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الدوان وربنا خليك لينا دكتور أيوة بس ما يصحش دي صحش صبحية محدش يقول الرزق لأ دكتور عبداللطيف اتفضل حضرتك قولينا إيه تقييمك للدوان لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليل الشعر أن يقفز على كل الحواجز وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا أصدر دعبل كان ساكن في الشيخ زايد لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت حتقوليهم علي تجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ أمسكة بس اللي قالت افتكر اللي أنا بقى أرسك في رجلي الزهر أنت فعلا إنسان موضيع زي ما قالولي أنا علطانة أنا دخلتك مكان زيتا خلاص، ترش فقر وإني لأطرق لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آداننا سرعة بلطيف ده رأيك في الديوان أنت مقتريش كلام ده أقرأ كري بقول كلمة بحق مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوق اللي أنتو قلتيهم دول فليتفضل شاعرنا الكبير لا أنا أفضل إنك أنت متقرش من الكتاب الكتاب موجود معانا إحنا عايزين نسمع إلقائك للشاعر فضل أنا حسماك الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة على شوية الحلزونة يم الحلزونة الحلزونة يم الحلزونة خبيني يمّا يا حلزونة الحلزونة انطهرت كانت تعبانا 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 والحلزون خبطتها عربية في مدان التحرير مدان التحرير مدان التحرير كان بيعد الشارع كان بيعد الشارع وباصس يمين كان السنونوا واقف في نونوا سنونوا بينونوا هناك حصل المدان كان في زحمة كمان وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان وكله فوق بعضه كله فوق بعضه وإديها يا إنسان إديها في الكلتش كمان تعرف الساعة اللي معابدي بكام 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 يقول لك فين يا توفيق هطلع علوم العشاء جاهز الأستاذة عدية والأنسة عليها سابوا البيت يا فندم سابوا البيت راح فين عربش يا بيه لمه أضمه ممشي لمه أضمه ممشي أيوا يا بيه العائلة عندك؟ أتفضل يا أستاذ مورجان من هنا؟ أتفضل وبيعملوا إيه عندك؟ هم فين؟ أتفضل بس يا أستاذ مورجان أستاذ مورجان أستاذ مورجان أتفضل؟ الثقافة الفكر العلم ده اللي هما مفتقدينه فيك طيب أنا كده بقى وإذا كان أعجبهم هو هذا اللي مخلفهم ولا هما اللي مخلفيني يا أستاذ مورجان ولذك كبروا ونضبوا فيهم حاجات كتير قوي وإنت زي ما أنت واقف محلك سر الفلسفة دي توليها عندك في الجامعة هناك؟ أنا متعليش كلام ده